استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى بقصر الصخير هذا اليوم كباراً مسؤولين عن معرض البحرين الدولي للطيران وتفضل جلالته بمنح كبار المسؤولين أوسمة تقديراً لجهودهم الطيبة التي بذلوها لإعداد وتنظيم المعرض منذ نسخته الأولى عام 2010 وحتى هذا العام وما أبدوه من تنسيق وتعاون مع جميع شركات الطيران المشاركة في هذا المعرض لإنجاح فعالياته متمنياً لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح في تعزيز موقع البحرين على خارطة معارض الطيران وإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير وقد أعرب المكرمون عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على هذا التكريم السامي الذي يؤكد الحرصة من جلالته على دعمه وتشجيع ابناء البحرين في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمكرمون هم السيد عبد الرحمن محمد القعود اللواء الركن طيار حمد بن عبد الله آل خليفة اللواء الركن طيار محمد بن بحسين المسلم السيد أحمد نعمة الله علي عبد الرحيم النعمة السيدة أماندا جين ستينر السيدة إيفانت رومين الكابتن بيتر أيان أندرو نيل الكابتن محمد عبد الله القاضي والسيد خليل إبراهيم الرئيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة